تعال جاي عيوني تعال جاي جو السوق مواد مدعومة من حكومتنا الكريمة الحكومة قالت لا أو ألف لا شنان يصير هيتو وإحنا موجودين معقولة شرعتا كل العوائل الفقيرة المتضررة المتعففة اللي ماعدها لا والي ولا معيل أنتم شعبنة إي إي أنتم شعبنة من يقدر نفرق بيكم لا يا بلع وبشرحة اتحركت الحكومة حتى تدعم أسعار المواد الغذائية تعال جاي عيوني تعال جاي كيلو طماطة اللي كان بربع بنجازات الحكومة صار الكيلو بألف الألف الطماطة الممرودة وأكو بألف وخمسمائة دينار يا بلعش يا بلعش طماطة عراقية حمرة مدعبلة تصير تقلاء وتصير زلاطة وتقدر تسويها معجون يعبه يلا تصيرها ما تصير معجون أسنان بس للأمانة ويا البامية تسلم لي على الضلوع حكومتنا الضلوع وخلصنا من الطماطة تعال جاي عيوني هذا الاخيار هذا الاخيار التعرفونه هذا كان الكيلو بسبعمية وخمسين انجازات حكومنا حكومنا شنو؟ ايهم حكومنا انجازات حكومتنا الكريمة سوتها بألف وخمسمائة دينار طبعا ليش؟ تضامنا ويا حبيبتا الطماطة وبتحالف الاخيار مع الطماطة تصير قائمة الزلاطة عيوني تعال جاي تعال جاي صعد الدولار وانهجم بيت تقدر هذا الاخيار تتبسي يصير طرشي ومنا المحشي يا حلاتك يا بلاشي عيوني انت الاخيار وعيوني انتم وحش الطعوة ايبا خلصوا لفكم على وحش الطعوة حبيب العائلة مصحير الفقراء منقع بلفو خمسمائة دينار للكيلو بس ما عنصحكم تشتروه لأن تطلع البطانة أغلى من الوجه يشفط الزيت شفط متل جماعتنا اللي شفطه والبلد شفط لا عيوني لكينا لا تفكرون بالزيت وحش الطعوة بالشو يعذبوه ايه طبعا والحلوة يعني مقدر نسوي بابا غنوج ويليش لنا مغنوج يا بابا غنوج وهاي البطانة العراقية الحلوة الحباة بل ترقص رقص الخشة قايا مو شجرة هاي شجرة يا بابا هسا مو المهم اللون المهم المعنى اي الطعم تقدر يسوي منها فينقر هسا آني مدوغني فينقر أدري قولوا أصعب يعني إلا فينقر أو ترهم تشيبس تقعدوا بالبيت السوء تشيبس بس همين رائد لزيت الله والله زمان أيباخ والله زمان بس هو مو زمان بعيد الحكي قبل أقل من شهر شون خمس وعشرين كيلو بوتيتا وآني أفوت من الطريق ألقي الفلح منزديها من سيارات ثم يصيحون خمس وعشرين كيلو بحشرة آلاف خمس وعشرين كيلو بوتيتا بحشرة آلاف يا بي قزمتها بالحاسبة يطلع الكيلو بربعمية دينار إيه ليش صار بلف دينار طبعا إنجازات الحكومة لأنصعد الدولار نعلع لشيبة للدولار هذا الأقرع